مسائل خير عليكم مسائل خير عليكم مشاهدينا واهلا بيكو في حلقة جديدة وبرنامجكو الاختيار الصح اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الشعر ومشاكله وكل ما يتعلق بيه عايزين نهاردة ما نتكلم عن البشرة كل ما يتختص بالبشرة مشاكل وعلاج وحلول ان شاء الله للمشاكل لو كان في مشاكل هايكون معنا ضيفنا اللي منوارنا اخي السائل العينية بالشعر والبشرة ومستر لطفي اهلا بحضرتك اهلا بيكو في بداية حلقتنا بقى النهاردة عايزين يعرف من حضرتك ايه اصلا انواع البشرة مبدئيا كده نتكلم عن انواع البشرة وازاي اعرف انا بشريتي دهنية ولا جفة ازاي احددها ازاي احنا عندنا البشرة طبعا انواع كتير فيه البشرة الدهنية والبشرة الجفة والبشرة العادية وفيه طبعا البشرة المختلطة او المركبة والبشرة الحساسة اول حاجة البشرة الدهنية دايما بتكون نسبة افراز الدهن فيها بتكون كبيرة جدا وبتكون المسان فيها واسعة وبيكون دايما الملمس بتاعها الدهن عشان كده بتكون دايما عرضة لامتصاص اي عوامل محيطة بها اسباب البشرة الدهنية دايما بتبقى لها اسباب كتير منها طبعا ممكن يكون خلل في هرمونات الجسم أو التعرض للدرجات الحرارة عالية سواء كان مثلاً درجات الحرارة عالية أو الرطوبة وفيه برضه طبعاً العمل النفسي العمل الوراصي فيه ممكن يكون استخدام بعض المنتجات الغير أمنة بيؤدل إننا تكون بشرته دهنية بعد كده عندنا بقى البشرة الجفة ودي بتكون دايماً نسبة إفراز الدهون فيها أقل من البشرة العادية أو بمعنى أصحي بتكون بسطة جداً نسبة إفراز الدهون فيها وبيكون الملمس بتاعها طبعاً خشن وبتكون البشرة دايماً نشفة جفة وساعات بيكون فيها أقشور بيضة كده لما تكون البشرة جفة جداً ده بيرجع لأن طبعاً الأسباب بتاعت البشرة الجفة طبعاً بيكون أول حاجة نقص كمية الميا بسبب التعرض للدرجات الحرارة عالية أو بالمامة دهشتة فعلاً خصوصاً أو طبعاً استخدام المياه السخنة أو استخدام بعض المنتجات الكحولية الناس اللي بتستخدم الوايبس أو بتستخدم المنتجات أو الغسولات اللي فيها ده بيؤدي لإن تكون البشرة جفة نقص عمل الترطيب بيؤدي برضو لأن البشرة يكون جافة أيوة أيوة صحة بعد كده عندنا بقى البشرة العادية ودي بيكون بشرة متوازنة يعني نسبة الدهون فيها أو الجفاف بيكون متوازن ودي تعتبر أحسن نوع بشرة لأن الدورة الدموية فيها بيكون كويسة أو بيكون منتظمة فعشان كده بيكون بشرة حيوية ويكون دايماً نظر طوال بعد كده عندنا البشرة المختلطة أو المركبة ودي بيكون جزء فيها دهني وجزء فيها جاف دايماً بتكون على حرف T يعني دايماً في الجبين والأنف آه تيزون وطبعاً دي بنتعامل معاه على حسب الاحتياج طبعاً زي حدد نوع بشريتي يعني أنا دلوقتي عارف أني فيه أنواع أنا هعرف نوع بشريتي إزاي في عوامل كتيرة بيعتمد وجودها من عدم وجودها عشان أقدر أحدد من خلاله البشرة بتاعتي أول حاجة هي نسبة الميا في البشرة والعوامل المؤسرة لذلك لأن ده بيساعد في مرونة الجلد بنسبة البشرة تاني حاجة نسبة إفراز الدهون والعوامل المؤسرة في ذلك كانت بسبب درجات الحرارة أو كانت بسبب العمل النفسي ثالث حاجة هي مدى حساسية البشرة والتعامل معها لأن دايماً التعامل مع البشرة حساسية بيكون صعبة جداً إحنا ممكن نفحص البشرة من خلال فحص بسيط كده إن إحنا بنخسل البشرة بمية فترة وبنحاول نستخدم معه غسول مية فترة مية فترة أه ما بنستخدمش الصبون لأن الصبون دايماً بيبقى فيه البوتسيوم والسوديوم وده غلط جداً على البشرة فإحنا بنستخدم معه الفترة وبنضيف لها بعض الغسولات اللي تناسب النوع بتاع البشرة بتاعتي بحيث أن أنا أتخلص من أي شوائب في البشرة بحيث أن أنا إيه أوصل أن أنا أتخلص من أي حاجة صفحية على البشرة بعد كده بنسيب البشرة لمدة ساعة بحيث أن ترجع تستمد الطاقة الطاعتها آه طبيعية جداً وبعد كده ببدأ أبحث البشرة من خلال منديل أبيض وبضغط على أماكن تجمع الدهون في البشرة لو المنديل ظهر فيه بعض الدهون أو الزيوت ممكن تبقى أنا كده بشرة دهونية أو مركبة أو مختلطة صح ولو المنديل فضل ما فيش فيه أي عوامل أو أي حاجة يبقى أنا كده مثلاً بشرة جفة لو المنديل خالي تماماً من أي حاجة في المنديل يبقى إحنا كده بشرتنا عادية وده تعتبر أحسن أنواع البشرة طب هو في علاقة زي ما صنعنا بين ممارسة الرياضة وتحسين البشرة أو الرياضة عمتاً مفيدة جداً لأن الرياضة بتنشط دورة دموية في المنديل وتنشط دورة الدموية في المنديل بشكل مباشر يعني فهلاً في بشكل مباشر على ضخ الدم لخلاء البشرة وده بيحفز أليه في الكولوجين اللي هو المسؤول الأول أو الهرمون المسؤول الأول عن حيوية البشرة طبعاً الرياضة مفيدة جداً بالنسبة للبشرة في أن البشرة تكون حيوية وكويسة طيب هل فيoline يعني في حاجات ممكن أعملها أكون خطوات معينة أحفظ بها على بشريتي؟ طبعاً في حاجات روتونية لازم أنا أتبعها عشان أحافظ على بشريتي أول حاجة المفروض أن أنا أتبع غسيل البشرة مرتان على الأقل خالص في اليوم لأن ده بيساعد أن أنا لو بشريتي ضهنية أو بشريتي محيط بها أي حاجة أن أنا أتخلص منها عوامل الترطيب مهمة جداً وخصوصاً في الشتاء أن أنا لازم أحافظ على مستوى الترطيب بالنسبة للبشرة المحافظة على شرب المية بكمية كافية مهمة جداً بالنسبة للبشرة يعني يبقى هت بياخد الترطيب داخلي بقى ترطيب داخلي أي بالضبط طبعاً عدم التعارض للشمس مهم جداً بالنسبة للبشرة عدم استخدام أو عدم تجنب شرب القفايين والحاجات اللي فيها صودة بنسبة كبيرة جداً لأن ده بيؤدي الجفافة للبشرة طب لو كلمنا عن المستحضرات بقى لهاك تشايفها تنصح بيها أو إيه المستحضرات اللي هي تجميلية أو تقاس بالبشرة المستحضرات التجميلية فيها حاجات كتيرة جداً ولكن أنا لازم أخد اللي يناسب بشرتي يعني أنا ماينفعش إن أنا النهاردة أقول واق شمس يبقى إحنا ناخد أي منتج لا لازم ناخد النسبة أو الدرجة اللي تناسب البشرة بتاعتي مش مجرد إنها ماركة مثلاً معروفة لا طبعاً أنا لازم أفهم أنا بشرتي دهنية فبدأ أستخدم فيه طبعاً واق الشمس يجب أن نستخدمه قبل التعرض للشمس فيه سيروم فيتامين سي فيه كريم المعزز للكولوجين فيه طبعاً كابسولات فيتامين اي كل المنتجات دي كويسة جداً ولكن أنا لازم أفهم نوع بشرتي وعلى هذا الأساس أبدأ أتعامل معها طب لو هنبقى تقول بقى على الأعشاب أو المنتجات الطبعية يعني لو حد قرر أنه مش عايز بقى يستخدم حاجات وانا عايز أستخدم حاجات إيه اللي تنصح بيه كأعشاب أنا بالنسبة لي في شغلي دايماً بلجأ للمنتجات الطبعية لإني ده طبعاً بيفيد البشرة أكتر يعني زي مثلاً مية الوردة جيل الصبار لبن حليف جوز الهند فيه طبعاً أعشاب كتيرة زي ترمس المطحون الشوفان الأنواع حاجات كتيرة طبعاً زي الإرفة والقرنفل والجنزبيل هل ممكن تبقى بديئة للحاجات آه طبعاً هي مفيدة جداً ولكن أنا لازم أفهم أنا محتاج إيه البشرتي بشرتي إيه عشان مختارش طبعاً فيه زيوت كتيرة بنستخدمها زي زيت جوز الهند زيت الجاجوبة زيت اللوز الحلو زيت النعناع زيت اللمون زيت القرنفل كل الزيوت دي مفيدة جداً للبشرة وبتساعدني للتحسين بتاع الحياة بتاعة البشرة ولكن زي ما قلت حضرتك أنا لازم أفهم الأول أنا محتاج إيه وعلى هذا الأساس ببدأ أتعامل معاه بالمنتجات الطبيعية وتبقى خلاطات بسيطة وممكن نتعامل في البيت عادة آه سهلة يعني ممكن الواحد يحصل إليه كمان من عطار أو من حاجة من عطار أو تبقى ما تواجدها في البيت سهل التعامل معاه يعني طيب هناخد معاك وفاصل معلش ونرجع تاني نكمل كلام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضفنا اللي منوارنا مستر لطفي أهلا بحضرتك أهلا بك عايزين نكمل بقى حوارنا الشايك عن البشرة ونستفيد من حضرتك آه موضوع التنظيف البشرة الجلسات التنظيف وكده عاملها كل قد إيه وبناء على إيه إن أنا بقرر أنا لازم أعمل تنظيف دلوقتي البشرة جلسات تنظيف البشرة بتعتمد على نوع البشرة يعني هي البشرة محتاج إيه هل إحنا هنزيق هنتخلص من رؤوس السوداء أو هنفتح المسام أو هنعمل جلسة التفتاح أو هنعمل جلسة الترطيب ده برجع لنوع البشرة إحنا بنحدد الجلسة بتاعت التنظيف على حسب احتاج الشخص ولازم بيكون فيه متابعة للجلسة بعد ما نخلص عشان نوصل لنتيجة كويسة ونحافظ على اللي إحنا عملنا في الجلسة تمام تمام طب هو نجاح الجلسة عموما بيعتمد على إيه عشان أقول إن أنا الجلسة دي كويسة وبشرة فعلا تزبطت أو كده نجاح الجلسة بعتمد على تشخص الحالة يعني هي لو جلسة تفتاح أو زيلة دهون أو زيلة رؤوس السوداء فطبعا هو بيحس بنتيجة فورية مجرد ما بيحتاجش وقت إنما لو هي جلسة طبعا لو فيه بقع أو فيه حاجات قديمة أو أثار حجوب قديمة دي طبعا بتاخد معنا وقت لو هي بشرة دهونية عشان نتخلص من الدهون اللي متجمع في المسام دي تمكن نقعد ثلاث شهور لحد ما نتخلص منه بيبقى دي على الأثر على المدى البعيد يعني فيه جلسات لازم تبقى دورية آه طبعا بتبقى على المدى البعيد بتبقى مثلا جلسة كل شهر كل أسبوعان على حسب حسب البشرة والتياجة طب الديوريشن أو المدى يعني نحاعد قديمة في الجلسة آه ممكن من ساعتين لتلاث ساعات على حسب برضو النوع بتاع الجلسة طب فيه حاجات لازم أتجنبها مثلا معينة بعد الجلسة عشان حافظها اللي عملته بقى أحنا بنفضل النوع طبعا ما يتعرضش للشمس يتابع التعليمات أو المظام اللي احنا بنقوله عليه يعني ما يحاولش يستخدم أي منتجات خارج الجلسة بحيث ان احنا ما يقصرش على الجلسة تأثير سلو ولازم طبعا يبقى فيه متعبعة أو حاجة لازم بقى فيه متعبعة التعب اللي عمله ده ما يروحش أي وصح طيب سمعنا ان مضوع البشرة الدهنية ما بتحتاجش تنظيف أو تسري ترتيب يعني هي دهنية فبالتالي منطقين حاولي ايه ما أنا قردي وخلاص مش محتاجة ترتيب هو الترتيب مهم للبشرة الدهنية ولكن مش في كل الأوقات يعني فيه وقت بتبقى البشرة محتاجة فيه ترتيب وإحنا دايما بنصح نقول يا جماعة لو حد هيلجأ لترتيب دايما المنتج اللي هو يستخدمه يكون خلم الزيوت عشان ما يقزش البشرة أو عشان يناسب البشرة بس ما نقدرش نقول كفاية غسلها بس يعني لا طبعا لا 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 لازم فعلا يبقى فيه ترتيب طب برضو حاجة تانية دايما انتو قال ان دي برضو مقولة كده ان البشرة الدهنية كله لما ننظفها أكتر الدهون توفرز أكتر زي كأننا بنستفز الخلايا الدهنية ما هو ده فعلا الكلام ده إيه لأن النهاردة لا هو الإفراط في التنظيف بتاع البشرة الدهنية بيحفز إفراز الدهون أكتر وبعدين ممكن الإفراط الزيادة يخلي أوصل خلايا الأوعية الدموية ده بيكون غلط جدا فطبعا لازم أننا أتعامل معاها بنسب معينة بمعادير معينة عشان ما وصلش المرحلة أننا أقز البشرة الدهنية يعني برضو مع ششان دهنية أوما أنا أنسفها طب إيه الحاجات اللي هي تأثير سلبي على بشريتي عموما طبعا التعرض للشمس ليه تأثير سلبي عدم شرب الماء بكميات كافية حاجات كتيرة طبعا استخدام برضو بعض المنتجات الكحلية الناس اللي بتشرب كافاين كتيرة وحاجات منتجات كتيرة دي بتأثر برضو على البشرة تأثير سلبي زي ما قلنا الترطيب مهم جدا للبشرة وخصوصا في الشتاء كل ده حاجات بتأثر على البشرة ده دخلنا بقى في السؤال هتلاقي أغلب الناس عايزة تعرف إجابته الموضوع الهالات السعودية مشكلة كل البنات أو أغلب الناس اللي هي مهما حطت حاجات برضو تحس إن ملاش علاج أيها حضرت الهالات السعودة لو هي ملاش راجعة للعامل الوراثي بيكون لها علاج ولكن أنا عشان عالجها المنتج لازم الأول عالج الأسباب لأن هي أسبابها بتكون طبعا الصهر التوتر العدم انتظام النوم التدخين كل ده أسباب بتؤدي يعني فيه حاجة ممكن تعملها كنترول آه طبعا فيه حاجات طبعية كتيرة جدا ممكن تساعد في إن إحنا عندنا زيت جوز الهن ده مفيد جدا لو أنا استخدمته قبل منام على جفن العين لمدة 15 يوم بتخلص من هناك فعلا بس لو ده مش عامل وراسي آه آه إنما لو عامل وراسي من اللو بتاع إجهاد أو آه فيه طبعا زيت اللوز الحلو كويس زيت الشاي الأسود كل ده المنتجات بتعالج الهالات السودية من غير مرجع للكيميكال السودية من غير مرجع آه بيتزبط كده ولكن لازم عالج الأسباب وانا مش هينفع إن أنا النهاردة عالجها وانا بصهر كتير وانا بدخن وانا مش منتظم في نوم التوتر والعصبية كل ده أسباب بتؤدي لها فلو أنا معالجتش الأساس بتاع الأسباب بتاع الهالات السودية يبقى أنا كده مش هينفع عالج آيو آيو فيه برضو ناس كتير بيبقى مرت بفترة الشباب بحبوب وكده وبتبقى راحت الحبوب بس بيعانوا على طول من أثارها يعني بيستنى أثار الحبوب دي مشكلة بالنسبة لها ما هي أثار الحبوب فدي بقى راجعة أوه ما لهاش حاجة برضو بترجع لا هي لها حاجات بس هي بتبقى راجعة لأسباب إن هو اتعامل معاها تعامل سطحي آه فده طبعاً آه تعامل غلط آه آه إحنا ممكن نتعامل معاها بطرق كتير آه ممكن نتعامل معاها بجل الصبار لأن جل الصبار بيساعد في انتصاص البقع والحاجات الباكينة في البحرة جل الصبار يساعد في الصبار وبتمتص جداً البقع دي ممكن نستخدم خل التفاح ونضيف ليه مية بسيطة وعصير الليمون كتبوا يا جماعة الحاجات دي لأن دايماً لأن دايماً الحاجات الحمضية لأن الناس فيه ناس أنا صاحبتي واحدة جربت كل المركات اللي على ماهي ما فيش ما بتلاقيش آه لأ الخل التفاح مع عصير الليمون الحاجات الحمضية بتساعد في قتل البكتيريا في البشرة وبتمكي البشرة ممكن برضو نستخدم القهوة مع الحليب البارد كويس جداً برضو الحليب البارد مع معلقة قهوة ده بيساعد جداً في امتصاص الالتهابات والبقع وبنقول لشخص حتى لو ظهر عنده بقع أو حبوب ما يحاولش يتعامل هو معها لأن التعامل معها وما بيطرر بالشمس بيخليها بقى تسيب علامة بيسيب أصل وطبعاً عشان تخلص منها بياخد وقت جداً كبير لحد ما بنقدر نتخلص منها فيه موضوع قريب منه شوية اللي هو المسام الوسع يعني فيه ناس كده بتبقى دايماً برضو بتعاني من المسام الوسع في بشرتها هل فيه حاجة تقفل المسام دي ولا لأنها بتبقى مهما غسل يعني بيخسل مش بس برضو المسام المسام الوسع دي أغلبها بتكون في البشرة الدهنية وده بيبقى راجع لانسداد الغدد أو لإفراز الدهون كتير فده بيساعد في تفتح المسام كتير يعني بيخلي المسام واسعة كبيرة جداً الدهون ورقوس السودة دايماً من الحاجات برضو اللي بتخلي البشرة المسام بتاعتها واسعة فاحنا دايماً بنقول للناس يا جماعة نحاول نخسل البشرة زي ما بنقول مرتين في اليوم نحاول نستخدم الغسول اللي يناسب البشرة بتاعتي لازم البشرة الدهنية نعمل لها على الأقل خلص تأشير مرة في الأسبوع بحس أن احنا نتخلص من أي جلدة أو أي حاجات زيدة يعني لو الواحد وزب على النصايح دي موضوع المسام ده الواحده حي آه ونبدأ بقى نتعامل معها مثلاً نستخدم معصير الليمون بنخفه بمية لأن دا من الحاجات اللي بتشد البشرة جابت ممكن نستخدم الشابة المطهونة ونخط عليها بضرة التلج دي من الحاجات اللي بتشد الجلب وتقفل مسام كويسة جميلة دي برضو في بقى نيس بشرة حساسة حاجة بقى خالص برا للدهنية يعني في ناس كده لو هتكل ما تستخدم منتج تقابل مشاكل مشكلة البشرة حساسة أن هي سرائة الأحمرار والتعامل معها بيكون صعب جداً عشان كده احنا بنلجأ أو بنقول للناس اللي بتتعامل مع بشرة حساسة يكون حريص جداً لعدم حدوث اي مشاكل البشرة الحساسة الترتيب مهمة جداً لها ولازم على قد ما نقدر ما نتعرضش للشمس ولو هنا نتعرض للشمس فبنحاول نستخدم واقع الشمس اللي ينسب بشرته عشان ما أصلش على تأثير صعب حسب ما قلنا في الأول اه محافظة انا بشرته نوعها ايه الوقت ينسب بشرته بالزبط كده المحافظة طبعاً على الترتيب بنسبة سواء الترتيب الخارجي أو الداخلي لأننا أشرب كمية المياه المناسبة لها اللي هم 8 كبات في اليوم أو أننا أستخدم مثلاً زيت جوز الهند أو أنا قبل ما نام أو نوع الترتيب المناسب لها التعامل مع البشرة الحساسة بنسبة للمنتجات مهم جداً ما ينفعش أننا النهاردة أتعامل مع البشرة الحساسة بأي منتج والأفضل أننا قبل ما أتعامل من المنتج أننا أعمل له اختبار لأنه ده بيساعدني أننا ما وصلش المرحلة لأنه أنا أتجنب بالزبط كده حيث أننا أقدر أقاس المنتج من قبل ما أستخدمه عشان ما أتعرضش لأي حاجة لأنه فيه منتج بيبقى قويس بس مع ده مش هيتناسب مع أية بالزبط فلازم نلغط بورده وورده طيب لو هنتكلم بقى أن فيه ناس برضو بيقولوا ضمن الحاجات الشائعة يعني أن فيه ناس تخدم ماسكات طبيعية وبيحصل لها مشاكل روما هي مواد طبيعية مش كيميائية هو ده بيحصل لما يكون المسك متوظف في غير مكانه يعني أنا النهاردة ما ينفعش أقول أن أنا هستخدم مثلا خالي التفاح أو الزيت كذا أو هستخدم المنتج ده لأي بشرة لازم أن أنا دلوقت أبقى فاهم أن أنا البشرة بتاعتمي محتاجة معاه محتاجة إيه وابدأ أتعامل معاه إنما لو أنا اتعاملت بحاجة غلط أكيد هيأثر عليه فإحنا لازم نوظف مكانها الصحة طب إحنا في فصل الشتاء العناية عموما بالبشرة بتبقى محتاجة عناية خصة عشان الجفيف فإيه الحاجة اللي تنصح بيها بفصل الشتاء الشتاء طبعا العناية في البشرة بيبقى مهم جدا أول حاجة لازم نحافظ على غسل البشرة بالماء الفترة بحيث أن أنا ما وصلش المرحلة أن أنا البشرة ترقم في الدون أو المسام تفضل مقفول الدوني بتبقى ساعة أو يستخدم حفة بشرة ما وإحنا دايما ما يستخدم ما هو استخدم الماء السخنة ده أصلا غلط في الشتاء لأنه ده بيؤدي الجفاف في البشرة وهو ده الظهر اللي بيخل زي ما قولنا قبل كده أن الترطيب مهم جدا وخصوصا في الشتاء لأن الناس كتلا بمتعرض للهواء أو للجو البارد بيحصل عندها مشاكل في البشرة تجنب برضو زي ما قولنا استخدام الحاجات اللي فيها الصودة تجنب استخدام المنتجات الكحولية التغذية طبعا مهم جدا تناول الخضروات مهم جدا بالنسبة للبشرة عشان كمان الماء الواحد بينساها في الشتاء آه بالضبط وبعدين تناول الخضروات بيساعد هرمون الأستروجين في الحفاظ على حيوات البشرة وده مهم جدا طبعا بالنسبة للخضروات والفاكهة التغذية عدم التعرض للشمس مهم جدا حتى لو في الشتاء برضو استخدام واك الشمس استخدام المنتجات اللي تغذي البشرة في الشتاء ده مهم جدا طيب أسألك برضو أثناء الجلسات التنظيف اللي هيك بتعملها وكده ايه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلها يعني أثناء الجلسة ايه الحاجة هو المشاكل بتبقى على حسب احتاج البشرة يعني مثلا لو فيه بشرة مثلا حساسة والوش فيه حبوب كتير أو فيه تعامل كتير ده بيبقى صعب جدا يعني بنتعامل معه بحص جدا وحتى وإحنا بنستخدم لها نستخدم أجهزة لزر بنحاول إن احنا على قد ما نقدر نتعامل بحرص جدا فكل المشاكل اللي بتقابلنا بتبقى من كده إنما الحاجات اللي هي الرؤوس السوداء الدوني التفتاح الجفاف ده كله بتحدد حضرتك بقى بتقدر يعني تحدد بناء على البشرة اه طبعا هنستخدم حاجة ايد هنستخدم جهاز ايه بزبط احنا بنشوف احتاج البشرة يعني فيه بشرة ما بتحتاجش الأجهزة بيبقى كلها اه طبعا فوتة سخنة وبخار وكل حاجات طبعا وفيه حاجات بتحتاج ضروري الأجهزة اه وفيه حاجات بتبقى لازم يتدخل الأجهزة لان طبعا المجال بتطور دلوقتي فبقت الأجهزة بتساعد الواحد في الشغل بتاعه كويس جدا تمام ويعني قبل ما نختم بقى حلقتنا عايزين من حضرتك شوية نصايح عموء عامة للتعامل بقى مع البشرة عموما عشان يعني ايه حافظ جدا على بشريتي اه العناية طبعا بالبشرة مهمة جدا اه لان البشرة بتبقى يعني جزء حساس من الجسم فانا لازم اعتني بكويس لازم قبل ما استخدم المنتج اعرف ان بشريتي محتاجة ايه وابدأ اتعامل معها لو انا بقصب بشريتي لازم اتجنب الصبون والحاجات اللي هي فيها السوديوم اربوتوسيوم عشان اقدرش اقذ البشرة زي ما قولنا قبل كده ان الترطيب مهم جدا في الشتاء عشان اقدر احافظ على البشرة وما يحصلهاش جفاف اقدر احافظ على التغذية شرب المياه بكمية كافية ما اتعرضش للشمس بصورة مباشرة او لو انا اتعرض استخدم واك شمس احاول اعتنب البشرة بالنسبة مثلا للفوتة السخنة للمسكات للبخار الحاجات طبيعية يعني الحاجات دي ممكن اعملها في البيت موضوع فوتة السخنة او كده اه الفوتة السخنة ممكن بنضيف لها ماء يتورد بتفيد جدا البشرة لو انا بشريتي فيها حبوب يعني اسخن الفوتة وحط عليها ماء يتورد وبعدين هبطها بالضبط كده لو احنا هنعمل بخار في البيت ممكن لو البشرة فيها حبوب نحط ملح بسيط معها ملح اه تحمام البخار تحمام البخار او نعناع او لمون ده بيساعد اكتر في العلاج وبيت دي حيوية وجمال للبشرة اه طب نفترض يعني نفترض ان انا موضوع الهلات ده في البيت يعني قررت ان انا يعني اش هروح ل عايزة اخر كلام لي ان انا حط جوز الهند احنا اهم حاجة الاهم من العلاج الاسباب ان احنا نعالج الاسباب لان انا النهاردة لو انا بصهر كتير وانا بقى مش بحافظ عنهم والتوتر وعصبية كل الحاجات دي والسهر على الكمبيوتر والكلام ده كله طبعا بيأثر بيأثر اه طبعا طبعا التوتر وعصبية نفسية مهمة جدا برضو التغذية مهمة جدا لو احنا تجنبنا لازم اتحاول تجنب لان عشان احس برد فعل للعلاج لازم اتجنب الحاجات الاسباب اللي بتؤدي ليه اصل وبعد كده منتعامل بزيت جوز الهند او زيت اللوز ممكن نستخدم ده يوم وده يوم وممكن نتعامل معهم كمان بالخيار بنقطع الخيار وبنحطه في التلاجة بحيث ان الخيار بيمتص درجات الالتهابات اللي حوالي اللي عنك كويس جدا بس طبعا ما بيبقى بارد بيمتص اكتر وبيسعد ما اكتر في العلاج ايو ايو تماما وفي نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا الجميل مستر لطفي بجد عن نصايح انها شخصية استفدت منها ويارب تكونوا استفدتوا معنا النهاردة وان شاء الله نستنىكوا في حلقة جديدة وبرنامجكم الاختيار الصح موسيقى 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 اشتركوا في القناة